أكد الديوان الملكي الهاشمي أن مواقف الأردن القومية هي مواقف أصيلة ومشرفة ترتكز إلى الوفاء للعربي والإخلاص للعروبة لافتا إلى أن التحديات والأزمات التي تعصف بالمنطقة تتطلب أن نكون متكاتفين متماسكين ومحافظين على وحدتنا الوطنية وأكد الديوان الملكي أن جلالة الملكي عبد الله الثاني سيبقى المدافع الأولى عن قضايا الأمة وأن مواقفه وجهوده تعبر عن صوت وضمير الأردنيين هذا وبتوجيهات من جلالة الملك غادرت عمان إلى جمهورية لبنان طائرة مساعدات سابعة تابعة لسلاح الجو الملكي وتحمل مواد غذائية وطبية وإغاثية لدعم القطاع الصحي في لبنان لمساعدته في تجاوز هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد الشقيق